نعم آخر التفاصيل فيما تعلق بعداد المعتقلين 19 معتقلا فجر هذا اليوم شملت مناطق مختلفة بينهم 15 من أنصار حركة حماس كما زعم بيان الجيش الإسرائيلي بزعم أنهم كانوا ينون تنفيذ عدة عمليات في عدة مناطق تم أيضا مصادرة مركبة تقدر بألاف الشواقل بزعم أيضا حسب البيان قال بأن هذه المركبة كانت سيقوم الشبان هؤلاء المعتقلين بتنفيذ عمليات من خلالها الجيش الإسرائيلي أيضا قام باختحام مطبعة وهدم أجزاء منها ومصادرة جزء من محتوياتها وهذه المطبعة هي تعيل عائلة فعليا فلسطينية بالكامل نتحدث هنا مع سيد رجائي حميد صاحب هذه المطبعة سيد رجائي ما الذي حصل فعليا على الستة الصبح اقتحموا المطبعة واخدوا الجدار اللي بفصلها بين الباب وبين المطبعة وسرقوا ماكنا تقدر 120 لفاكل طبعا أخذوا برضو جهاز فيش لمبرر ولا مصوغ إنهم يقوموا بعمل زي هذا طب هم بقولوا أن المطبعة بتقوم بطبيعة مواد تحريضية بين قسين ببساطة أنا طلعت منهم كلوا اللي يشور بشيء أنا بطلع لشيء كرتات عرص نشرات جفاتر فواتير حتى الماكنا اللي أخذوها هي ما بتطبع أي شيء ملون هي بتطبع لون واحد وهذا دليل على فشلهم اللي أخذوه أخذوه أفطات تبعات صالون والسكرز لازم تلزك على باب صالون والماكنا اللي أخذوها بس بتطبع شغلات بسيطة وبتقدر تتفرجوا وشوفوا الضمار اللي سووه وحاليا أنا يعني هلأ معدم لفترة طويلة على التهيل أن أعاود أهل الحال وأقدر أعيش يعني هاي المطبعة مصدر رزقك الوحيد أنت وأولادك يعني أديش بتعيل أديش عدد أولادك اللي بيشتغلوا معك أنا عندي تسع أولاد تسعبنات عندي منهم خمسة بيشتغلوا معي في المطبعة بالإضافة لزوجتي الثانية بتشتغلها وبس يعني عيرة سبيرة بس من خلال المطبعة بس هذا ما عيشتنا والحمد لله ميسرين أمورنا ولا مسارخين ولا يشو ماشيين حياة عادية يعني الإرهاب إلى ألف مسامة ما بقدر يسمونه الطريق البدومية الإرهاب هو الإرهاب الصهيوني الإرهاب الإرهاب الاحتلال اللي قاعدين بمارسو يعني أنا اسمعتك قبل شوية بتحكي أنه مع عمري ما طبعت إشي لأي فصيل فلسطيني هل صحيح؟ ولا على استعداد لأني أعرف أن الطريق هاي طريق إلها ناسها والتنظمة الفلسطينيين محتاجين لرجاء أنهم يطبعوا في ألف مطبع وألف طريق أنهم يطبعوا فيها أنا من ناحيتي كنت رافض أن أطبع لأن الطلب من شغلة الجهة كنت رفضها شكرا جزيلا لك رجاء الرجاء إحمد صاحب المطبعة إذن شاهدنا يعني هناك حجم للدمار كبير جدا حدثه الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم هذه المنطقة في منطقة شمال غربي القدس أيضا أضيف بأن هناك كان قبل حوالي ساعة من الآن عملية هدم لإحدى المقاهي القريبة من حاجز قلندية العسكر الشمال مدينة القدس تم هدمها بعدة حجج بحجة أنهم يريدون توسيع هذا الحاجز لربما أيضا عشية اختراب شهر رمضان المبارك وكيف ستكون الأزمة وتدفق الفلسطينيين ممن سيسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلوات الجمعة كل هذا طبعا يأتي بالتزامن مع حملة كبيرة جدا يقوم بها الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة منذ بداية العام قرابة ألفي معتقل فلسطيني تم اعتقالهم من غالبية المناطق الفلسطينية أشكرك ضياح وشياء كنت معنا من قرية علان شمال غربي القدس ترجمة نانسي قنقر